واضح المتغيرات فعلا هي لها الأثر الأكبر متغيرات في مجمل عملية التوافقات والمصالحات ربما والانسجام المفاجئ الذي حصل وكأنه هناك جانب من توصية أو تعثير دولي صيني كان أو حتى أوروبي إلى أنه إيران المارقة قد استعدلت في سلوكها بقدرة قادر وبفجأة بحيث أنه انصدمت جميع وهرعوا إلى إيران يعني بعد أن كانوا الكل معرضون عن العراق صار هذا التوافق مع إيران مفتاحا للدخول إلى حلبة العراق والاستثمار فيه يبدو أنه هناك فعلا تطمينات دولية على مختلف الصعود عدى الروسية طبعا من أنه هناك تهديئة يعني تهديئة لي شون نقول يحكون عنه أنه سقف التهديد أو يعني تهديئة التصعيد كما يصفونه هو ما انطلق هذا الوصف حتى هرعت الدول لبعضها بعضا تتوجه إلى إيران وإيران تتوجه إليها بعد أن كان كل الاستفزاز الإيراني كل التسخير والتوظيف الميليشياوي متساعد بل الصواريخ يعني في عقر دار العراقيين يعني في كردستان وفي مناطق واضحة مناطق عسكرية وأخرى دبلوماسية صارت التهديئة والاتفاق على التهديئة حسنا يعني هذا يوفر غطاء فعليا لأن يتنفس الشعب العراقي الصعداء أن يلتمس الدول الجوار والإقليم للعراق ليلتمس التهديئة تمكنه من التحرك بعيدا عن فوضى